موسيقى طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي اهلا بكم من جديد ودرس من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية واحداث قصتنا واسلامها بعد ما شفنا ازاي نساء جلال الدين غرقت في نهر السند وازاي جلال الدين عبر هذا النهر هو ورجاله فما مصير محمود وجهاد هذا ما سنعرفه في احداث الفصل الثالث بعنوان نجاة محمود وجهاد ولقاؤهما بالسلطان جلال الدين كيف نجى محمود وجهاد هذان الطفلان الضعيفان عندما هجم التطار على جيش جلال الدين وهزموه واضطر جلال الدين الى ان يتراجع الى نهر السند وادى ذلك ايضا الى غرق نساء جلال الدين جهان ختون وعائشة ختون فكيف نجى هذان الطفلان السر في هذا الرجل هو الشيخ سلام الهندي الشيخ سلام الهندي خادم امين عند جلال الدين وعند والده السلطان خوارز مشاه من قبل عندما ايقنت جهان ختون وعائشة ختون ان الهزيمة واقعة لا محالة في ذلك سلمت الطفلين محمود وجهاد الى خادمهما الامين الشيخ سلام الهندي وقام الشيخ سلام الهندي باخفاء الطفلين في مغارة كهف صغير بعد ان مرت الاحداث وانهزم جلال الدين وانتصر التطار ثم اخرج الطفلين من جديد والبسهما ملابس العامة من الهنود ليخفيهما عن اعين الناس ويسترهما بعيدا عن التطار واخذ الشيخ سلام الهندي الطفلين محمود وجهاد يحمل جهاد تارة ثم يحمل محمود تارة اخرى الى ان استطاع ان يشتري بغلة يحمل عليها الطفلين ماذا فعل الشيخ سلام الهندي ذلك الخادم الامين لينقذ الطفلين تحرك الشيخ سلام الهندي الى شاطئ نهر السند الى ان رأى قاربا صغيرا به صياد يقود ذلك القارب حاول الشيخ سلام ان يقف ذلك القارب ويستغيث به الى ان وقف له الصياد ووافق على ان يحمله مقابل ان يعطيه الشيخ سلام بعضا من النقود رضي بها الصياد وكان سعيدا ووافق على ان يحمل الشيخ ومعه الطفلان ركب الصياد قاربه واخذ معه الشيخ سلام الهندي والطفلين محمود وجهاد في ذلك القارب اخبره الشيخ سلام اخبر الصياد ان محمود وجهاد هما ولداه اراد ان يعود بهما الى مسقط رأسه في الهند بعد ان ماتت امهما وركب الطفلان مع الشيخ سلام الهندي والصياد في ذلك القارب الصغير لكي يستطيع ان يعبر نهر السند الى الشاطئ الاخر حيث مسقط رأس الشيخ سلام في الهند ووصل الشيخ سلام الهندي الى مسقط رأسه والى قريته فحين سأله الناس عن حقيقة هذين الطفلين لم يستطع ان يخبرهما بانهما من ابناء السلطان جلال الدين وما ذلك من الاحداث وانما اخبرهم بانهما طفلان يتيمان عطف عليهم الشيخ سلام ليربيهما ولكن بعض الناس لم يصدقوا هذه الرواية فالولد والفتاة تبدو عليهما امارات الملك والجاه والرفاهية ليس طفلين يتيمين تمام وفي الوقت الذي وصل فيه الشيخ سلام الهندي ومعه الطفلان كان السلطان جلال الدين في الهند ايضا يقاتل القبائل المجاورة ويخضعها لسلطانه حتى كون مملكة جديدة في الهند سميت بمملكة لاهور وكان جلال الدين يقاوم القبائل ويخضعها لسلطانه ينتصر عليهم يأخذ منهم الغنائم والمسالب والاسلحة حتى يثبت ملكه وسلطانه في الهند وكان جلال الدين اثناء غاراته يتحدث عنه الناس وعما يفعله فحرج موقف الشيخ سلام بسبب حديث الناس عن هذين الطفلين فكثير من الناس بدأوا يظنون انهم من ابناء السلطان جلال الدين فحرج موقف الشيخ سلام لذلك لان هذين الطفلين ظن الناس انهم من ابناء السلطان جلال الدين وجلال الدين يقوم بقتال القبائل واخضاعها واخذ الغنائم والمسالب وحرج موقف الشيخ سلام الهندي بسبب وجود الطفلين الذي كثرت احاديث الناس انهما من ابناء السلطان جلال الدين وجلال الدين كان يهاجم القبائل ويخضعها ويأخذ منها الغنائم والمسالب وغير ذلك من الأشياء إلى أن هجم جلال الدين على قرية الشيخ سلام الهندي بجنوده وأسلحته وعتاده وهنا خرج الشيخ سلام الهندي للقائد الذي هاجم قريته وأخبره أنه سلام الهندي خادم السلطان جلال الدين ومعه طفلاه محمود وجهاد وترجاه بأن يخبر السلطان بأنه يريد أن يقابله وعلى الفور أتى السلطان جلال الدين والتقى بطفليه محمود وجهاد وكان لقاء مليئا بالحب والرحمة والمحبة فقد عاد الطفلان محمود وجهاد إلى حضن السلطان من جديد وليست مجرد عودة الطفلين وإنما عودة الأمل إلى السلطان جلال الدين فماذا فعل السلطان؟ هذا ما سنعرفه في أحداث الفصل الرابع والآن نتناول بعض التدريبات على أحداث الفصل الثالث من قصتنا وإسلامها أركب الشيخ سلامة الهندي الطفلين على بغلة بعد أن كساهما ملابس العامة من الهنود وغاب بهما في منعطفات الجبال تدل هذه العبارة على ذكاء الشيخ سلامة قربه من الطفلين وفائه لأسرة السلطان جلال الدين أم خوفه على نفسه طبعا لما السلطان جلال الدين انهزم أمام التطار وكانت هزيمته واضحة أمام الشيخ سلامة الهندي كان ممكن يفر بنفسه يترك الطفلين ولكنه أسر على أن يأخذ الطفلين ويخفيهما عن أعين التطار فليس ذلك مجرد زكاء أو قرب من الطفلين أو خوف على نفسه وإنما بسبب وفائه لأسرة السلطان جلال الدين فقد غامر بنفسه لينقذ الطفلين تجدد أمل السلطان جلال الدين في القضاء على التطار والذي جدد أمله من خلال فهمنا للأحداث حبه للطفلين عودة طفليه نجاته من الغرق أم انتصاره على التطار طبعا حب للطفلين هو قائم منذ البداية ونجاته من الغرق ليست هي التي ساعدته على أن يعاود حرب التطار من جديد ولم ينتصر على التطار فقد هزم منهم في آخر معركة إذن فعودة الطفلين هي التي جددت الأمل عند السلطان للانتصار على التطار ينفطر قلبه حزنا عليهم يحزن عليهم حزنا شديدا أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ نجد أن التعبير الأول هو الأقوى والأكثر دلالة لماذا؟ لأن فيه كناية عن شدة الحزن فقد صور القلب وكأنه شيء ينفطر وينقسم من شدة الحزن فهو تصوير جميل يدل على الحزن الشديد والتأثر وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية أحداث الفصل الثالث من قصتنا وإسلامه على وعد بلقاء جديد وفصل جديد فابقوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر